موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا جابريل بناليس استعرض للقام وسجدات الوضع المحلي وفرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في بلادنا وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأمن والسلم الدوليين ومسار الإصلاحات في مختلف المجالات والدور الأوروبي المطلوب لدعم هذه الإصلاحات واطلع استفير بناليس الرئيس العليمي على موقف الاتحاد الأوروبي من تسعيد الميليشيات الحوثي في البحر الأحمر مع استمرار دعمه لمساعي المبعوث الأممي لإحياء مسار السلام بناء على نتائج اليهود السعودية وأشهد رئيس مجلس القيادة بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة والحكومة وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة بحث عضو مجلس القيادة طارق صالح مع السفير المصري أحمد فاروق تطورات الأوضاع في بلادنا والمنطقة وأسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الأمن البحري وأكد عضو مجلس القيادة خلال اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن أمن جنوب البحر الأحمر جزء من أمن اليمن والمنطقة بأسرها مشيدا بدور مصر في اليمن والمنطقة ومثمن عن التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة وأكد السفير المصري أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر كقضية أمن قومي تهم كل الدول العربية مجددا موقف مصر الداعم للشرعية وحرصها على تحقيق الاستقرار والأمن إلى ذلك وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ومعه محافظة عز نبي الشمسان حجر الأساس لمشروع مجمع تربوي متكامل بمدينة المخة ضمن مشروع لإنشاء ثلاثة مجمعات تربوية في الساحل الغربي بتمويل إماراتي وأكد طارق صالح أهمية جبهة التعليم في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيون لاستعادة دولتهم ومشيدا بالدور الإماراتي المشهود في دعم التنمية والعملية التعليمية في بلادنا مؤكدا أن التعليم هو الجبهة الأساسية لبناء الدولة ومواجهة الانقلاب والتطرف وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسية إلى أن المشاريع التعليمية التي تقدمها دولة الإمارات في مختلف المناطق المحرة تعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في إعادة تطبيع الحياة والتخفيف من معاناة المواطنين استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عددا من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة في عدة جوانب واتخذ عددا من القرارات والإجراءات في هذا الشأن وتدارس المجلس في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات ميليشيات الحوث الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإرادات العامة والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية المدعومة من الأشقاء والأصدقاء ميدانيا قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش صدت هجوما لميليشيات الحوث شمال شرق محافظة الجوف وكبدتها خسائر في صفوفها وقال قائد لوال حسم العميد منصر الجعيد أن معارك عنيف استمرت لخمس ساعات عقب هجوم فاشل شنته الميليشيات على مواقع الأبتر واستخدم فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكانت الميليشيات الحوثية قد شنت مساء الأحد هجوما على مختلف جبهات محافظة الجوف في ظل معارك عنيف مع قوات الجيش الوطني وذكرت المصادر أن المعارك شملت جبهات الأجاشر والأبتر والطيبة الإسم واليتمى والغرميل وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله موسيقى موسيقى